ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دارا بغير جهنم يصنعونها وبيسا قرار وجعلوا لله أندادا ليظلوا عن سبيلي قل تمتعوا فإلا مصيركم إلى النير قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتيهم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجلبني وبني أن نعبد الأصلام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله بشيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبل إسماعيل وإسعاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يطوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليومي تشخص فيه الأبصار مضطعين مطلعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئلتهم هواء وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم جبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات والسماوات وبرزون الله وبرزون الله الواحد القهيد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتخشى هجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ من الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إلىه واحد وليتذكر أولو الألباب الله أكبر